بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنتم في روضة من رياض الجنان وهذه الروضة قطعاً وحتماً ويقيناً واعتقاداً أنكم الآن محفوفون بملائكة رب العالمين وأن سكينة الله جل وعلا نزلت عليكم وأن الرحمة فيما بينكم وإذا انتهى مجلسكم هذا نادى مناد من السماء قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وهذه نعمة لا تكون إلا في مجالس العلم والذكر والطاعة وحديثنا هذه الليلة هو الحديث الذي تم في مثل هذه السلسلة عن قدوات حقيقية يعني اليوم يحاول الغرب ويحاول الإعلام الغير سوي أن يظهر للجيل قدوات وهمية واستطاعوا للأسف الشديد في كثير من الأحيان أن يظهروا للناس أن هناك قدوات قد ربما يقتدي بهم الجيل الجديد والشباب والفتيات الحديث عن الصحابة والرعيل الأول هو قضية توضيح للأمة وإبراز أولئك الرجال الذين أختصهم رب العالمين واصطفاهم الله جل وعلا صحابة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما الفرق أيها الأخ الكريم أنت حينما تقارن اليوم ولا مقارنة بينما يعرضه اليوم بعض الإعلام وبين الحديث عن هؤلاء الذين رضي الله عنهم وأثبت الرضا عنهم في القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم حديثنا اليوم إذا تحدثت عن شخصيتنا هذه الليلة أنا تصورت تناسب مع كل شخص وخاصة الشباب تتحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحسبك بالشجاعة وحسبك بالقوة وحسبك بالعلم وحسبك بالفطنة وحسبك بالتضحية وحسبك بالقضاء العادل وحسبك بمحبة القرآن وحفظه وحسبك بشخصية إذا أردت أن تتحدث عنها ستجد في جوانب شخصية علي الطهر والعفة والثبات والحكمة وهذا الذي يحتاجه شبابنا اليوم علي رضي الله عنه أسلم ولم يكلف بعد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث من أوائل من أسلم بل هو ثالث من أسلم علي رضي الله عنه فكان هو الثلث الإسلام لم يكن إلا خديجة رضي الله عنها وأبو بكر الصديق ثم علي ولم يكن على وجه الأرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الثلاثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رابعهم لم يجري عليه قلم أسلم وعمره عشر سنوات ومات وعمره ثلاثة وستين سنة ثبات نتحدث عنها اليوم همه تتحدث عنها الليلة قوة تتحدث عنها في هذا المجال ولاحظوا لما تقول أسلم عشر سنوات وهذا يعني الشباب خاصة وش معنا عشر سنوات معناته أنه أسلم ولم يكلف يعني ما طاح في المعاصي ولا سقط في حبائل الشيطان معناته أنه شاب نشأ في طاعة الله ولذلك ثبت حتى آخر لحظة من حياته رضي الله عنه وأرضاه جهاد ودعوة عبادة زهد تواضع خوف من الله أسلم صغير وعاش باذلا للأمة ومات شهيدا رضي الله عنه يقول عنه أنس ابن مالك رضي الله عنه إن علي هو ابن الإسلام الأول ولد الإسلام الأول الشاب الأول هو علي بن أبي طالب أنت حينما تتحدث عن علي بن أبي طالب تتذكر دعاء كان يدعو هو بدعاء مشهور عن علي ذكر أهل السير كان يقول اللهم إني أسألك شوفوا العبارات اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك متى يا علي قال بعد عمر طويل في سبيل الله تحققت ولا ما تحققت تحققت وتحققت له كما طلبها رضي الله عنه عاش 63 سنة عاش 63 سنة مثل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوفوا الفهم عند علي يعني هذا الفهم أنا أريد أن أقول لمن يراني ويجلس معنا الآن وربما يسمعنا نقول لإخوتنا وأحبتنا وأبنائنا وشبابنا وأجيالنا شوفوا فهم علي رضي الله عنه كأنه يقول يا رب أنا أبغى أعيش عظيم أريد أن أعيش كثيرا مهب لدنيا لأخدم الإسلام كثيرا وأموت بعد ذلك يا الله شهيدا في سبيلك وقد رضيت عني من من يحمل هم هذا الإسلام قضية الإسلام ليست قضية أشخاص معينين أو منظومة من علماء وفئة معينة نعم الراسخون في العلم هم الذين يفتون وهم الذين يتحدثون في نوازل الأمة لكن تبليغ الرسالة تبليغ الدين حمل هذا الهم أداء هذا الخلق ترى الأندلس ما فتحت بجهات ولا دخل فيها الإسلام لا بقتال ولا بمعارك لكنها دخلت بأخلاق المسلمين دخلت بأخلاق التجار حينما كانوا أمناء في بيعهم وفي شرائهم اليوم عدد كثير من المسلمين بأخلاقه بحسن تعامله يجعل ذلك سبب ومفتاحا لغير المسلمين أن يدخلوا في دين الله جل وعلا إذن قضية علي بن أبي طالب يريد عمر طويل يا رب أموت بعد عمر طويل لكنه لم يريده لدنيا ولم يكن هدف علي رضي الله عنه أن يحقق شيئا هو يريده من هو علي؟ هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف يعني نسب علي رضي الله عنه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي مع النبي في أي جد في الجد الأول من ناحية والده ابن عبد المطلب هاشم اسمه الحقيقي عمر اسم هاشم الحقيقي عمر وكان في غزة ودفن فيها يقال أنه سمي هاشما أو لقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد للناس يهشمه للحجاج فسماه الناس هاشما حتى أن أهل فلسطين اليوم يسمون غزة غزة من غزة هاشم لأنها توفي فيها في هذا المكان ودفن أيضا فيها على أصح الأقوال أبو علي هو أبو طالب وهذه كنيتة أبو طالب كنيا وليست اسم الاسم الحقيقي هل السير اختلفوا منهم من قال بأن اسمه عمران ومنهم من قال بأن اسمه شيبة وأبو طالب أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة وثلاثين سنة لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر النبي أربعين كان عمر أبو طالب خمسة وسبعين سنة وكلنا يعرف ورغما أن أبا طالب أو أبي طالب مات على الكفر لكنه هو أكثر بل هو أول من وقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما وولد علي سمي حين ولادتي سمته أمه أسد هو يستحق هذا الاسم وكان أبوه بعيدا خارج المكان في صيد أو نحو ذلك ولما رجع أبوه ودخل قال بماذا سميتموه قالوا سميناه أسد وكأن أبوه خاف عليه يعني خاف عليه أن يكون فيه نوع من القوة والحدة القوية ثم يقتل فغير اسمه إلى اسم علي حتى أنه رضي عنه يقول أنا الذي سمتني أمي إيش حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وكان يفتخر بهذه التسمية وهو شجاع أسد رضي الله عنه وأرضاه أبو طالب لما سمي ولد بهذا السم كما قلنا غيره وعلي بن أبي طالب لزمته تلك الصفة صفة الأسد صفة الشجاعة صفة الإقدام صفة القوة مع العقل والحكمة وبعد النظر والديانة والخوف من الله سبحانه وتعالى فإذن نسب علي تأملوا في نسبه النسب لوحده يعطيك قوة فنسبه قوي أولا من بني هاشم ثانيا من بيت عبد المطلب ثم بيت أبو طالب ثم صاحب الشرف والمكانة طبعا أبو طالب سيد قريش ثم تربيته كانت في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم وهي هاشمية وتلتقي أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثاني مع أمه تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثاني من ناحية أبوه وكذلك من ناحية أمه فعلي رضي الله عنه هو أول مولود لقريش من هاشميين أبوه هاشمي وأمه كذلك هاشمية وهو أول خليفة من بني هاشم لأن أبو بكر الصديق من تيم وعمر بن الخطاب من عدي وعثمان رضي الله عنه وأرضاه من بني أمية فهو أول خليفة من بني هاشم وأمه فاطمة أسلمت وهاجرت أماتت في المدينة والذي صلى عليها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول أنزلها إلى قبرها وقبل ينزلها إلى قبرها ردا لها ردا للمعروف وهذا الوفاء النبي عاش في بيت من لما مات جدة وين عاش عاش في بيت أبو طالب وهذا هو المعروف وهذا هو الجزاء اليوم بعض الرجال والفضلاء ربما يربي ولدا لأخيه يتيما أو لأخته أو غير ذلك نقول لهؤلاء الأبناء بل نقول حتى لبعضنا كن وفيا لوالدك كن وفيا لزوجك كن وفيا لمن حولك لمن أدى إليك معروفا وهذا الرسول يرد هذا الوفاء فلما شاف الرسول انهميت ستدفن أول شيء نزع الرداء الذي عليه فوضعه عليها ثم نزل في قبرها صلى الله عليه وسلم والطجع يريد الرسول أن يكون القبر محل رحمة لها ردا للوفاء منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طبعا يكنى علي بأبي الحسن وهو أكبر أبنائه ويكنى أيضا بأبي تراب وهذه الكنية لها قصة أبو تراب كنية لها قصة ذكرها البخاري رضي الله عنه ورحمه وهي قصة لطيفة هي بين الأزواج وهذه أيضا رسالة من هذا المنبر وعبر هذا الأثير وهذه القنوات نقول الأزواج انظروا إلى العلاقة بين الزوجين وكيف تلملم أحيانا بعض المشاكل الأسرية أو بعض القضايا الشخصية بين الزوج وبين زوجته تقول فاطمة رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة إلى بيتها فلم يجد علي قال وين علي الموجودة في البيت زوجته زوجة علي وهي بنت النبي فاطمة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا فقال أين ابن عمكي ابن عمكي قالت كان بيني وبينه شيء يعني مشكلة فغاضبني فغاضبني لاحظوا فاطمة ما قالتوش المشكلة ولا فصلت وهذا من الأدب وهي تتكلم مع من مع رسول الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يقل لها شيء إلا أنه سألا فقالت خرج فغاضبني قالت إلى قال إلى عين قالت لا أدري ثم خرج النبي ينظر يعني يبحث وفجأة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو قيل أنه وجده عند المسجد فدخل النبي عند المسجد فوجد علي راقد نايم وراقد جاءت لفظة البخاري فوجده راقد فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلي مضطجع وسقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب وهناي مع الأرض جاء التراب على على علي رضي الله عنه وعلى جسده فجعل النبي يمسح عنه ذلك التراب وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب فلقبه النبي أو كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب ولاحظ هنا أيضا وقفة أخرى أن النبي كان يتلاطف مع أصحابه وكان النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم الرسول ما قال ليش فعلت كذا ولماذا فاطمة غاضبه وما الذي حصل بينك وبينها الرسول يعالج الموقف نعم لكنه صلى الله عليه وسلم يعالجه بحكمته يعالجه ببعد نظره بحيث يكون بالفعل المربي الذي لا يجرح ويعالج صلى الله عليه وسلم تلك الأمور التي تحصل بكل أدب منه صلى الله عليه وسلم طبعا يكن بأبي السبطين ويكن بأبي القاسم الهاشمي وأبو الحسن والحسين ولقبه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين كم عدد أبناء علي ابن أبي طالب من يعرف من يعرف عدد أبناء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أربع طاعش من الذكور ومن الإناث كم؟ تسع طاعش قلوا ما شاء الله وهؤلاء الصحابة يربون إخوان علي رضي الله عنه ثلاثة ثلاثة الذكور واثنين من الإناث طبعا ليس هذا مجال للشرح وقد تحدثت عن هذا في موضع آخر زوجات علي أول من تزوج علي تزوج من؟ تزوج فاطمة رضي الله عنها ولم يتزوج عليها مطلقا وهي على قيد الحياة وتزوج بعدها نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أيضا ذلك وقالها الرسول قال إني لأحلوا ما حرم الله ولا أحرموا ما أحل الله لكن لا ينبغي أن تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله لما قيل لي علي تزوج بنت أبو جهل وعرضت عليه فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والقصة مشهورة وعلم علي أن الرسول لا يرغب أن يتزوج علي على فاطمة رضي الله عنه لأنها زهرته زهرت حياته ولذلك سميت بالزهراء والزهراء معناتها أنها زهرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يحب فاطمة لها مكانة خاصة لأسباب أولا هي أشبه أبنائه به خلقا وخلقا فإذا رؤيت فاطمة كأن النبي يرى صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن فاطمة هي الوحيدة من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام التي ماتت بعده يعني تحملت الحزن الهم الكبير في وفاة أمها خديجة وفي وفاة إخوانها ثم وفاة أبوها وهو صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت لهذه المكانة وبالفعل هي ماتت بعد النبي بستة أشهر رضي الله عنها وأرضاها فاطمة أول زوجات علي وبعد وفاتها تزوج غيرها كثير ومنهن من ماتت ومنهن من طلقت وله كما قلنا أولاد كثير لكن دعونا نبدأ بفاطمة فاطمة كان عمرها لما تزوجها علي كم؟ ثمانية عشر سنة ثمانطعشر سنة تزوجها علي رضي الله عنه قيل بعد غزوة بدر وقيل بعد أحد ويعني ما بين السنة الثالثة أو الثانية والثالثة للهجرة وعاش معها سبع سنوات ونصف وماتت فاطمة وعمرها ستة وعشرين سنة أبناؤها أبناء علي من فاطمة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم جميعا طبعا مدة الزواج سبع سنوات ونصف توفيت فاطمة كما قلنا وعمرها ستة وعشرين سنة كيف تزوجها علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطبت فاطمة منه علم علي أن فيه رجلين تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم يريدان الزواج من فاطمة فتقدم الكثيرون كلهم يريدون نسب مين؟ أنت لما تناسب تناسب محمد بن عبد الله ولذلك أنت إذا أردت الزواج اختر لنطفك رحما ذو نسب جيد النسب إن لم يكن نسبا في الأب والجد فليكن في الخلق والأدب ولذلك النبي قال تنكح المرأة لأربع ثم ختم الحديث وقال فاضفر أيش بذات الدين تربت يداك الدين وهنا علي رضي الله عنه جمع الحسن والجمال والنسب العالية كله رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب يقول سمعت أن تقدم ليخطب فاطمة أبو بكر الصديق وتقدم لخطبتها كذلك عمر وكلاهما يريد نسب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول قال لهما إنها صغيرة ولا يعني ذلك أنها لا يجوز تتزوج الصغيرة بالكبير أو العكس لكن هنا النبي راع السن وهذا أمر مهم قال إنها لا تزال صغيرة فكانت جارية يعني صغيرة فقال أناس عمرأة أتت إلى علي وقالت له يا علي لماذا لا تتقدم لرسول الله فتخطب فاطمة ليش ما تروح تخطبها فقال له يقول للجار يا علي أنا لا أستطيع أنا ما عندي مال ولا أستطيع أن أخطب فاطمة وأهاب النبي يعني أستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه من تواضع رضي الله عنه يقول من أنا حتى أخطب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة ترى يجوز للرجل أن يزوج ابنته بمعنى أن يخطب لها وعندنا في هذا شواهد منها شاهد في القرآن الكريم قصة موسى مع شعيب قال إني أريد إيش أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وترى على فكرة بنت شعيب لما رجعت لبوها ما قالت زوجني إياه هي ذكرت له وش سوى الرجل معه والموقف اللي سواه يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت إيش القوي الأمين هي ذكرت موقفه وذكرت قوته وأمانته بس لكن شعيب الأب العاقل طبعا شعيب هنا ليس شعيب النبي ليس شعيب النبي على صح الأقوال شعيب العاقل فهم بنته الأب الصحيح العاقل يفهم بناته ويعرف نفسيات عياله فقالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ولاحظوا شعيب فهم الرسالة ولما جاه موسى عليه السلام قال له كلام مختصر إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين وهذه نقطة بما أن دخلنا في الزواج لاحظوا شعيب عنده بنتين وكأن الأمر طبعا بطبيعة الحال لازم تكون في وحدة كبيرة وأخرى أصغر منها لم يتقيد شعيب الكبرى قبل الصغرى أن تتزوج وهذه قد تكون عادة موجودة عند بعض الناس وقد يحرم بعض الآباء البنات بسبب بنت الكبرى لم تخطب أو لم تتزوج لأي سبب من الأسباب أن أنكحك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وجاءت القصة كما تشهدون المهم أن علي بن أبي طالب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أقنعته الجارية قالت اذهب إليه واخطب من النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يزوجك يقول علي بن أبي طالب فذهبت يعني متحمس لخطبة فاطمة تخيلوا موقف علي فأول ما دخل علي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هبته على رحمته صلى الله عليه وسلم إلا أنه مهاب عليه الصلاة والسلام وجمعنا وإياكم بمحمد فقولوا آمين فيدخل علي يقول فتلعثمت ما درتش أقول فرأيت النبي فهبت النبي عليه الصلاة والسلام وسكت والرسول ناظر فيه وعلي مستحي قالها الرسول لعلك تريد أن تخطب فاطمة قال والله ما جاء بي إلا ذلك لكنه رد علي رضي الله عنه رد على النبي قال نعم قالها الرسول هل عندك شيء وش عندك تعطيني قال والله ليس عندي مالا أنا ما عندي شيء وأنت أعرف بذلك أنا متربي في بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم أن عندك درع أخبر عندك درع والدرع هذا كان جيد قال درع يا رسول الله درع أقدمه لفاطمة قال كم يساوي يعني كم قيمته قال أربعمائة درهم قال ائتني به فكان مهر فاطمة رضي الله عنها لما أراد علي أو خطبها علي رضي الله عنه قيمة ذلك الدرع يقول علي رضي الله عنهم جميعا فلما جاء ليلة البناء والبناء لفظة صحيحة في الصحيح أنا حقيقة وأنا حضرها الموضوع وقفت عند البناء الليلة الدخلة يا جماعة ترى مسألة الزواج منهم سوالك اليوم كثرت فسابي الطلاق في نظري لأسباب لكن من أهمها لأن كثير من الأزواج سواء الرجال أو البنات لا يعرفون قيمة هذا العقد قيمة هذا النكاح فقال النبي في ليلة البناء البناء الزواج بناء يا جماعة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها تسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة سكن ومودة ورحمه بناء والميثاق الغليظ ترى ما ورد في القرآن إلا في ثلاث مواضع ومنها موضع العقد ولقد أخذنا منكم إيش ميثاقا غليظا يا جماعة يا رجال يا شباب يا أزواج يوم راح تطق الباب على حماك وبزوجتك وافقا يزوجك ابنته وحضر المأذون عاقد الأنكحة وقال قبلت قلت نعم وزوجتك زوجتك على كتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله ترى هذا سماه الله ميثاقا غليظا عقد غليظ عقد ضخم الذي لا يعرف قيمة عقد الزواج ولا يعرف قيمة وحق الزوجة أو العكس هذه مصيبة لم تتذكك البيوت والأسر إلا يوم لم نرى قيمة ومعرفة لقيمة البناء قال فلما كانت ليلة البناء ليلة الزواج قال النبي يا علي لا تفعل شيئا حتى آتيكما فتوضى صلى الله عليه وسلم وأخذ الماء الذي توضى فيه شار الموية معه ثم دخل ونضح على وجهه وعلى وجه فاطمة تقول فاطمة أنا في شدة الحياة ثم قال يا علي ضع يدك على جبين فاطمة وقل بسم الله اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه ثم صلى ركعتين أو صلى يا ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام هيع له بعد ما ماتت فاطمة رضي الله عنها تزوج كما قلت لكم نساء زوجات كثيرات أول زوجة تزوجها بعد فاطمة منهي تزوج أسماء بنت بنت عميس وأسماء بنت عميس هذه تزوجت كبار الصحابة أول رجل تزوجها جعفر ابن أبي طالب فمات وتزوجت أبو بكر الصديق ومات وتزوجت علي ابن أبي طالب ولم تنجب من هؤلاء أبي مولود قلنا أن علي عنده 14 ذكر وعنده 19 أنثى منهم الحسب والحسين ركزوا على الأسماء أم كلثوم زينب شوفوا سمى محمد الأكبر ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة حب سمى على النبي ثلاثة محمد محمد الأكبر محمد الأوسط محمد الأصغر ثم سمى رضي الله عنه وأرضاه أبي بكر وهذا رد على من يقول أن بين الصحابة شيء آل البيت عند أهل السنة لهم القيمة الضخمة العظيمة الكبيرة إجلالا وحبا وتقديرا وصحابة النبي كذلك وكلاهما يحب بعضه بعضا وستأتي بعض المواقف ولذلك الصحابة يحبون آل البيت وآل بيت النبي يحبون صحابته رضي الله عنهم جميعا وكلهم عندنا أهل السنة والجماعة على الرأس والعين لكن تفضيل بعضهم على بعض جاء من تفضيل رسول الله وقال ذلك شيخ الإسلام في اللامية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم فضل وقدر صاطع لكنه الصديق منهم أفضل إلى آخر ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه اللامية فمحبة آل البيت وصحابة النبي تظهر حتى في تسمية علي تسمية يسمي ببكر وسمى العباس وسمى عثمان وسمى جعفر وسمى يحيى وسمى عون وسمى عمر رضي الله عنهم جميعا وسمى طبعا محمد الأوسط وام هاني وميمونة وام كلثوم وسمى فاطمة هذه لها وقفة هو الآن زوجته تزوج زوجات بعد فاطمة فاطمة ماتت ويسمي بنتا من بناته على من على زوجته الأولى وهذه رسالة أيضا لأخواتي أو ألواتي يتزوجن رجل واحد يعني الذي زوجها معدد أن يكون بينهن من الألفة والمحبة وليقتدين بهذا الرعيل الأول يعني علي يسمي وحدة من بناته على زوجته الأولى فاطمة رضي الله عنها وهذا ظاهر وسمى أيضا خديجة رضي الله عنها وسمى كذلك محمد بن الحنفية وعلما بأن محمد بن الحنفية حصلت مرة بينه و بين الحسن مشكلة أخوان وحصل بينهم مشكلة فقال محمد للحسن تعال وسلم علي انت تعال سلم علي قال ولما لا تسلم أنت علي قال أريدك أن تسلم علي لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيره ما إيش الذي يبدأ بالسلام وأنت أخير مني لأن أمك أفضل من أمي شوفوا المحبة ومسألة تقدير بعضهما لبعض أيضا أسلم رضي الله عنه القول الصحيح في إسلام علي ابن أبي طالب أنه أسلم وعمره عشر سنوات لما كان عمره خمس سنوات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس لأبي طالب أبو طالب كان عنده عيال كثر وفقير والرسول صلى الله عليه وسلم يبغى يرد الوفاء والجزاء فقالوا لأبي طالب أنا سأأخذ ولد أخفف عنك شوي والعباس يأخذ ولد العباس رضي الله عنه وأرضاه أخذ جعفر والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي ابن أبي طالب ومكث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعاش عند الرسول ولما نزل الوحي على النبي أسلمت خديجة يقول علي أسلمت خديجة في يوم الاثنين وأسلمت في يوم الثلاثاء دخل وإذا بالرسول يقف يصلي فقال علي ماذا تصنعان قال إني أصلي ثم قال علي رضي الله عنه وأرضاه وماذا تصلي بدأ يسأله فقال إنه نزل علي وحي وأخبرني أنني رسول رب العالمين وإني أريدك يا علي أن تدخل في الإسلام شوفوا الأدب أدب الحوار وأدب التفكير وأدب كيف أن الرسول يخاطب له يعني غلام صغير فقال علي دعني أفكر أفكر لي أن بكرة وأعلمك فقال النبي إن لم تسلم فكتم يعني لا تروح تعلم إذا ما بغيت الإسلام فلا تخبر أحدا إن لم تسلم فكتم يقول علي رضي الله عنه ففكرت فلما أصبحت عدت إلى النبي وعاد علي مقالته فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وسأكتم واستمر علي على هذا كاتم إسلاما حتى رآه أبو طالب رآه مرة يصلي قال ماذا تفعل قال إني آمنت بالله واتبعت رسول الله وإني ثابت على ذلك وإني أدعوك يا أبتي إلى الله جل وعلا قال من علمك ذلك قال علمني محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا ردبوا طالب قال أطع محمدا فإن محمدا لا يقودك إلا إلى خير قال طيب ادخل يا أبي في الإسلام قال وأما أنا فلن أستطيع أن أترك دين آبائي وأجداد وهذا مصدق قول الله إنا وجدنا آبائنا على أمه وإن على أثارهم لم يقتدون نصيحة إذا إذا انشرح انشرح قلبك أولا أنا أهنئكم على هذا الحضور شوفوا يا جماعة كل ما دعتك دعاك داعي الخير إلى الله فأقبل إقبالك على الله سرعتك إقبالك على الله تهيئ لك أمر لم يتهيئ لمن تأخذ قطعا وهذا ثابت حتى في سيرة النبي اللي أسلموا متأخرين من الصحابة رضي الله عن الجميع بعضهم ندموا فبكوا قالك عرض علي الإسلام ولو أسلمت كنت رابع المسلمين أو خامسهم وبعضهم تأخر ولا أسلم إلا يوم فتح مكة وجلسوا سنوات طويلة وندموا إذا أقبل عليك الخير كما قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيش لما يحييكم حياتك وروحك وإيمانك إذا دعاك الله ورسوله فأقبل على الله تبارك وتعالى يقول عفيف الكندي ذهبت في الجاهلية إلى مكة أشتري منها فدخلت على العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه يقول أنظر للكعبة فدخل رجل فاستقبل الكعبة بوجهه وقف فقام فصله فبينما نحن كذلك يقول والرجال هذا يصلي جاء غلام صغير وقف جنبه وكبر يقول أنا جالس أشاهد أطالع أشوف المشهد أمامي يقول ثم خرجت امرأة فكبرت خلفهما ففعلت كما فعلا فركعت وركع الرجل وركع الغلام وركعت المرأة ثم سجد الرجل وسجد الغلام وسجدت المرأة قلت يا عباس أمر عظيم من هؤلاء؟ قال هذا دين جديد قلت ومن الرجل؟ قال ألا تعرفه؟ قلت لا قال هذا ابن أخي محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام قلت من الغلام؟ قال ابن أخي الآخر هذا علي بن أبي طالب قلت ومن المرأة؟ قال خديجة بنت خويلت رضي الله عنها ثم قال العباس والله لا أعلم على وجه الأرض وقتها مسلم غير هؤلاء الثلاثة شرف عظيم لعلي بن أبي طالب من أوائل من أسلم وتربى تربى في حضن النبي ورضع العقيدة من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدهم ونسيت اسمها الآن يقول كنت أبتاع أبيع وأشتري مع العباس يقول وأنا أبيع وأشتري يعطيه فلوس يأخذ مني نحاسب بعض يقول خرج نفس الموقف محمد لكن هذا كان في ميناء وليس في مكة يعني ليس عند الكعبة يقول فرأيت محمد عليه الصلاة والسلام يصلي ثم خرجت خديجة ثم علي يقول فقلت العباس من هؤلاء فقال هذا محمد بن أخي وهذا علي بن أخي وهذه خديجة زوجة محمد عليه الصلاة والسلام إنه ما إنه يقول بأنه رسول الله وهو يصلي الآن فقال لها العباس تريدني أن أقول لمحمد يجلس معك يعني أقول له توسط لك تروح تقعد معه يقول فرأيت المال يقول لا لا دعه دعه يقول فأخذت أبيع وأشتري يقول فما أسلمت إلا يوم فتح مكة فأول ما رأيت النبي سقطت على ركبي وبكيت يقول فقال النبي هون عليك فإن الإسلام يجب ما قبله قلت أعلم يا رسول الله ولكني ندمت على يوم رأيتك لم يكن إلا ثلاثة والله لو دخلت في الإسلام كنت رابعهم يعني كنت ربع الإسلام لكن ما أمنعني إلا الشيطان وبعد عشرين سنة أدخل في الإسلام طائعا لا مكرها لكن فأتت علي من الأجور والأعمال الشيء الكثير لا تفرط لا تفرط في أمر ساقه الله لك أبدا إذا فتح الباب وهو دين وحق فأقبل على الله كما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم ضمه النبي إليه وكفله وأسلم في هذا العمر كان بينه وبين الرسول كم سنة كان بين الرسول وبين علي ثلاثين سنة ثلاثين عاما لأن عمر علي رضي عن فيه في الهجرة كان ثلاثة وعشرين سنة وأمسك بلواء المسلمين في بدر وفي أحد وعمره خمسة وعشرين سنة غزوة الخيبر قاد المعركة وانتصر على عشرة آلاف وهما معه إلا ألف وأربعمائة من المسلمين في حصون عظيمة عمره ثلاثين سنة توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمر علي ثلاثة وثلاثين سنة تولى الخلافة وعمره ثمانية وخمسين سنة مدة الخلافة أربع سنوات وتسعة أشهر ماتوا عمره ثلاثة وستين سنة رضي الله عنه كان قوي من صفاته أنه ليس بالطويل ولا بالقصير كان ربعة من الرجال كما ذكر ذلك أهل السير وكان وجهه يشبه وجه النبي في استدارته يقال إذا نظرت إلى وجهه كأنك تنظر إلى القمر من جماله رضي الله عنه إذا ابتسم كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف أنه علي إذا مشى لأنك ترى خلف ظهره يقولون ظهره يشابه ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في المشي قوي العضلة والذراع والساق أصلع الرأس غزير شعر الصدر والكتفين غليظ اليدين قوي لكن قوته سخرها في سبيل ربه جل في علاه وقلت لكم إذا تحدثت عن علي والله لن يغيب عنك الشجاعة ولا القوة بل ولا حتى العبادة ولا الصلاح ولا الثبات ولا الزهد هذه الضخامة والقوة لم يستخدمها إلا فيما يرضي الله وفي طاعة الله جل وعلا يقولون كان إذا أمسك الرجل بيده كأنما يعني تضيقت أنفاسه اللي يمسك أنفاس الرجل تخرج وتصعد من شدة قوة رضي الله عنه لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين على النبي عليه الصلاة والسلام الرسول جمع بني هاشم وأولم لهم وليمة هو الدعوة والأدب والحكمة وأنا أناشد الأسر وأشكر أيضا عدد من الأسر عندنا هنا وفي غير هذه البلاد المباركة الذين يجتمعون اجتماعات عائلية وأسرية أسبوعية أو شهرية أو نحو ذلك يتعرفون ويتذاكرون ويتدارسون ويعين بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويقف القوي مع الضعيف وغير ذلك هذه عادة مباركة وأنصح خاصة من وهبه الله علما ودعوة وفقها أن لا يترك أقاربه لأنهم أحق أيضا بالدعوة وأهل بيتي على وجه الخصوص وأرحامه لأن هذا جزء من دينك والله لما قال لمحمد وأنذر عشيرتك الأقربين جمع بني هاشم ولما اجتمع بني هاشم قال يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار ثم نادى بني هاشم ونادى فاطمة ابنته ونادى صفية عمته ونادى من كان حاضرا ثم قال إن كذبت الناس ما كذبتكم وإن غدرت الناس ما غدرتكم وحاشاها يقدر أحد أو يكذب عليه الصلاة والسلام إن كذبت الناس يا بني هاشم ما رح أكذب عليكم وإن غدرت أحد من قريش ما غدرتكم آمنوا فإني رسول الله إليكم وإلى الناس عامة فقام بلهب وأسكته ولا قدر يكمل فدعاهم بعدها بفترة وأولم ثم قام مرة أخرى وتحدث عليه الصلاة والسلام ولم يسلم معه أحد ثم قال من يبايعني طبعا علي كان قد أسلم فقام علي رضي الله عنه فمد يده إلى النبي في المجلس اللي فيه الكبار فرضي النبي بمدة يده وإسلامه ومبايعته حتى قال مثل بلهب وغيره قال لم يمد يد أحد إلى محمد إلا الأطفال والصغار من باب التهكم يقوله في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمد علي يده والله كأني بعلي رضي الله عنه وهو يمد يده على رسول الله عمره عشر سنوات لكنه كأنه أدرك هذه المسئولية العظيمة التي ستقابله ثم بعد ذلك كان هذا الشاب علي بن أبي طالب يقوم بدور عظيم أسلم عشر سنوات واش تتوقعون كان يسويه يبحث لما أوذي النبي اختفى النبي كما تعرفون وين فيه في دار الأرقم علي بن أبي طالب يطلع يدور حول الكعبة واش وظيفتك يا علي يبحث عن من يسأل عن النبي أو يبغى الإسلام عشر سنين معنات عنده ذكاء وكفار قريش لا يعرفون موقع الموقع الذي فيه الرسول موجود مختفي به أو يجلس فيه ويعلم الناس هذا الدين أبو ذر أرسل أخوه قال سمعت أن مكة فيها رجل يقال بأنه نبي اذهب وقتني بالخبر أبو ذر أرسل أخوه فرح دخل عند الكعبة أسأل بعض قريش وكانت يخافون المسلمين كان وقت الإسلام وفي ذلك الوقت فيه ضعف فطلع رجع أخوه فقابل أبو ذر قال بشر قال إنني جئتك بخبر قال وما هو قال علمت أن هناك رجل يقال له محمد وأن أهل قريش يبحثون عنه وأن من يدخل مع محمد يقتل قال ما جبت لي شيء جديد أنا أبغى خبر وين فيه وهل كلام حق ولا باطل يقول أبو ذر فعزمت أن أذهب أنا يقول فذهبت ما يقدر يعلن وين محمد ما يستطيع يقول فجلست أطوف بالبيت وعلي شافه شافه اليوم الأول ويعرفون الغريب يقول علي فعلمت أنه ليس من أهلها ومن أهل مكة يقول فجئت عنده قلت أنت ضيف قال نعم قال أضيفك عندي فضل يقول فضيفته أبغاه يتكلم يقول شيء ما تكلم يقول فذهب يقول جيت اليوم الثاني ولقيته يطوف وجدته عند الكعبة فضيفته اليوم الثاني يبغي يطلع العلم وشه له جاي يقول حتى الليلة الثالثة يقول فلما جاءني المرة الثالثة قلت ما الذي جاء بك إلى هنا قال أتكتم سري قلت نعم هذا أبو عشر سنين أبو عشر سنين يستخدم عقله حنا مدري ليش ما نستخدم عقلنا اللي بثلاثين والاربعين وحين نستخدمها خطأ ثلاثين سنة واربعين سنة وبعضهم وش هوايتك وش رغباتك يقول جمع الطوابع والمراسلة والكلام الفاضي هذه اهتمامات بالأسف الشديد موجودة علي عشر سنوات ويقوم بمهمة خطيرة الرسول ما قال له يروح يقوم بها المهمة اللي يعرف أن عقل علي كبير وسيزن الأمور ويأتيكم الآن الشاهد فقال له أبو ذر إني أبحث عن محمد عليه الصلاة والسلام قال إني أعرف مكانه لكنه في مكان أباخذك إليه تتبعني أسمع يقول تلحقني فإذا رأيتني نزلت يدي عند نعلي إذا شفتني حنيت ظهري فأعلم أن هناك من يراقبنا فاذهب إلى طريق آخر امش وراي وأنا أعرف البلد وسكك مكة إذا شفتني حنيت ظهري وجلست أصلح أكرمكم الله عالي أنت رح مع طريق ثاني لأن أكيد في أحد يتابعنا شوفوا العقل قال أبو ذر فتبعته حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم مد يده يقول أبو ذر منذ أن رأيت النبي علمت أنه رسولا لله فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وبكى علي رضي الله عنه لأنه يبكي بكاء الرجل الناجح اعمل يا جماعة تبغى تحس في لذة العمل إلى الله أخلص مع الله ابتداء ثم سترى الثمرة حتى لو كانت الثمرة قليلة لا تقول أنا ما أقدر أقدم الله كاس هذا الماء لا إشكال قدم كاس الماء لكن أثر هذا الكأس إذا رأيته اعلم أنك بالعامية أقولها أنك مسكت الطريق الصحيح فاستمر وسينمو ينمو هذا العمل وإن أخلصت لله سيكبر وسيبقى الأثر بعد موتك كم تركت الدنيا وذهب أشخاص وأناس وأعداد غير الصحابة رضي الله عنهم في وقتنا المعاصر مات بن باز رحمه الله ومات بن عثيمين ومات الألباني ومات علماء كذر رحمة الله على الجميع لكن آثارهم لا تزايل اليوم باقية تفتح هداعة القرآن وتسمع نور على الدرب فتاوى سماحة الشيخ عبد العز بن باز وتستمع إلى الشيخ عبد الله بن حميد الشيخ محمد بن براهيم وتستمع إلى علماء بعضنا لم يدركهم ولم يراهم ولم يعرفهم لكن صدقهم ولا نزكي على الله أحدا أبقى هذا الأثر وبإذن الله سيظل ويستمر ونحسب أن الله ثقة بما عند الله وما وعد أن أجورهم عنده الآن أنهم بحوله وقوته في روح وريحان ورب الراض غير غضبان لأنهم قدموا وعملوا اعمل وسترى الأثر ولا تنتظر النتيجة إنما أنت أيش منذر ولكل قوم هاد أن تقوم بالآذة الإنذار تؤدي رسالتك التي أرسلت من التي أنت مخلوق لأجل أن تعبد الله ومن جملة عبادتك لله أن تقوم بإرسال هذا الدين ودعوة الخلق وتوجيه الناس الإيمان يستقر في ذاتك فتنقذ بالإيمان نفسك ثم تنقذ به غيرك أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وهذا النور تنير لنفسك طريقا وتنير أيضا لمن يكون معك من أهل الإيمان ويستمع إليك أيضا من مواقف علي رضي الله عنه في الخندق تعرفون لما حفر الخندق كان فيه مشرك من المشركين اسمه عمرو بنود عمرو بنود ما حضر لا بدر ولا أحد ولم يحضر من الغزوات مع المشركين إلا غزوة الخندق طبعا الخندق عصيبة وتعرفون أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق بالنسبة لكفار قريش هذا الخندق يعني تخطيط جديد ما عرفته العرب سلمان جاي من بلاد فارس وكانت البلاد فارس تفعل ذلك فأشار على النبي فقبل النبي مشورة سلمان فحفر الخندق نزل عمرو بنود شجاع بطر يقولون ما يستطيع أحد من العرب أن يقابل من شدة شجاعة فنزل على فرسه في الخندق يدور وهو يرى المسلمين على الطرف الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن يعلم أنه هو وأصحابه يستطيعون أن يقفون أمام ذلك لكن الرسول وضع الخطة ويريد الخطة تتم كما وضعها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لما نزل قال للمسلمين من منكم يستطيع أن يقابلني يا الله ما حد تكلم علي بن أبي طالب قام قال الرسول اجلس يا علي اجلس الرسول أيضا لا يريد علي يذهب ثم يقتل أيضا أو ربما النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تتم الخطة كما رتب لها ثم جلس يقول قال أنتم جبناء والله إنني اشتقت إلى النار فمن اشتاق منكم يا الجنة فليتقدم عناد وكبر واستكبار فقال علي دعني يا رسول الله قال الرسول قم ما عندي معنى يوم جاء ينزل قال الرسول خذ عمامتي ولبس العمامة وضع العمامة وتلثم علي بن أبي طالب هو يقول وذكر ذلك ابن هشام يقول وضعت العمامة على وجهي لسبب واحد يقول أنا كنت شاب صغير وخشيت أن عمر بن ودي شوفني فلا يقاتلني يعني يحتقرني بحجة أني صغير سن وأيضا لأن أبي صديقا له أبوي صديقة فخشيت أن لا يقابلني ولا يقاتلني فوضعت لثام وجهي لكنني احترت يقول خفتني أخلي اللثام يحسبني خواف وخشيت أن أبعد اللثام عن وجهي فلا يقاتلني فلما قابلته كنت على رجلي يقول الصحابة قلنا مات علي حتى أن بعضهم التفت قال جهزوا كفنة علي مقتول مقتول من شدة قوة عمر بن ودي قال فلما قابلت قال من أنت قلت أنا رجل من أصحابي محمد قال أو تخشى أن تذكر لي اسمك يقول أنا ماني بخايف لكن يقول فكيت لثام قلت أنا علي بن أبي طالب قال علي أرسلوك لأنك أصغرهم مثل ما توقع علي قال لا والله ما أرسلت لأنني أصغرهم ولكني أرسلت لأنني أقلهم شأنا وهذا تواضع منه رضي الله عنه ولا هو عالي الشأن أرسلت لأني أقلهم شأنا يا علي إن أباك صديقي ارجع إني أخشى أن أفجع أباك فيك أنا خايف أذبحك ينفجع أبوك فقال الله علي رضي الله عنه أما أنا والله إني أحب أن أفجع أباك فيك أنا أبغى أخربها اليوم أنت ستقتع على يدي قال لا أقاتل قال ستقاتلني وما علمت أنك جبان إلا يوم رأيتك تصعد على فرسك تركب على الفرس وأنا راجل أنا على رجل أنت على فرسك يعني مسوي لي بطل فنزل عمره بد عربي فنزل وعقر فرسه قال ها أنا رجل برجل قال له علي أريد منك اثنتين أو ثلاث بقولك ثلاث كلمات قال قل قال إني أدعوك إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دعوة إلى التوحيد واسلم مما أنت فيه قال أما هذه فلا وصدق قول الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ثم قال له علي بن أبي طالب إني أنصح لك أن ترجع ولا تقاتل محمد بن عبد الله قال لو رجعت لقالوا جبانا وخوفه الغلام ثم قال له علي بن أبي طالب إني تمنيت أنك ما قتلت أو عقرت فرسك فأتي بفرس آخر جب لك فرس ثاني قاتلني عليها أنا بثبت لك أنك كما أنك اشتقت إلى النار أني أنا وأصحاب محمد اشتاقوا إلى الجنة عندنا ناس نختلف عنكم يقول فبارز يقول الصحابة فلم نرى شيئا الغبار طلع نسمع صوت السيوف ثم سمعنا من يقول الله أكبر فقلنا قتل علي في ظنهم قال فنظرنا فإذا بعلي يقبل على الصحابة وقد قتله وقد قطع رأسه يقول عمر له رضي الله عنه قال له عمر لما لم تأخذ درعه الدرع اللي معه غالية قال والله إنه حينما سقط انكشفت عورته وإني خشيت الله أن أرى عورة رجل أعزل قد مات بين يديه هذا اليوم اللي يدخل على عورات الناس كم اللي يرقبون وينظرون عن طريق التويتر والتقرامات والأجهزة التواصل الحديثة والحديث في أعراض الناس ترى القضية خطيرة هؤلاء ربهم انفسهم يقول أنا ما قدرت ناظر في عورته مع إنها عدو ومقتول وفي المعركة لكن لما كشفت عورته يوم قتل استحيت أن أرى عورة ذلك الرجل الذي مات بين يديه إذا رب الإنسان نفسه على مثل ذلك سيعرف هذا علي بن أبي طالب قام بعدة مهمات الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة التفت قال يا علي إنك تبقى في مكاني وين تجلس على فراشي قريش تبحث عني وتريد قتلي تبقى على فراشي وخذ بردتي وافق علي لأنه بطل تخيل واحد ينام في مكان شخص يبحث للقتل يعني قد تقتل والقتل شبه يقيني الآن وستموت فقال لها النبي كلمة فاطمأن قال يا علي فلن يضروك شيئا يقول علي فنمت الصحابة يقولون سألنا علي وش أحسن ليلة وش كنت تحس فيه يوم أنك على فراشي النبي قال والله ما نمت ليلة هادئة هانئة كمثل تلك الليلة التي جعلني النبي في مكانه صلى الله عليه وسلم ليلة هجرته نكمل بعد الأذن بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله سأختصر الحقيقة لضيق الوقت في خيبر عدد المسلمين 1400 وفي تلك المعركة التي كانت ضد اليهود عشرة ألاف عشرة ألاف مقاتل تخيلوا مدججين بسلاح في خمسة حصون على تلال مرتفعة هم وضعوا سهام تجاه المسلمين اليهود وجلسوا في الحصون وعندهم طعام وشراب يكفيهم لمدة سنة سنة كاملة الطعام والشراب يكفي هؤلاء لمدة عام كامل والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر تلك الحصون وبقي عليه الصلاة والسلام خمسة عشر يوما لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام في لحظتها أن يدخلها وحتى أن النبي أصيب كما يسمى الشقيقة الشقيق الصداع اللي يجي نصف الرأس وقال بعض المؤرخين أنه كانت أثر الضربة التي جاءته في غزوة أحد على رأسه من ابن قمئة وتألم النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج على الناس وقال كلمته المشهورة قال لأعطينا غدا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وكل الصحابة كانوا يتمنون حتى أن عمر يقول والله ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك الموطن ولما خرج النبي من الغد بعد الفجر عليهم قال أين علي رضي الله فعلا وكل واحد ينتظر علي لم يحضر بسبب أن في عينيه رمد فقالوا إن علي يشتكي عينيه يا رسول الله فقال ائتوني به فأحضر علي رضي الله عنه فنفث النبي عليه فبرئ ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم يا علي واخذ هذه الراية وأخذها علي أخذها بحقها وبقوة وركب على فرسه قال له الرسول وهو رايح قال يا علي إذا ذهبت فلا تلتفت يقول علي يوم ركبت على الفرس أردت أن أسأل النبي يعني على أي شيء أقاتل بمعنى هل أطلب جزية هل أدعوه من الإسلام هل مباشرة أقاتل لكن الرسول قال لا تلتفت يقول فرجعت على يعني على وراء بشدة اتباعة اتباعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة لماذا نتخلف عن أوامر الله وعن أوامر رسوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرنا بأمر فلنأتي منه ما استطعنا نقبل علي بن أبي طالب يقول فرجعت فقلت على ماذا أقاتلهم قالت قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ثم قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم شوفوا الدعوة هذا رد على من يقول بأن ديننا دين دماء النبي نعم نحن ولا نستحي من الجهاد ولا من كلمة جهاد ولا من هذه الفريضة العظيمة ولا من منزلتها الكبيرة لكن الجهاد في وقته الصحيح في مكانه الصحيح تحت الوضوح الذي جاء به الإسلام الصحيح ولذلك الرسول يقول بكل صراحة لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك يا علي من حمر النعم يقول علي رضي الله عنه فدخب لما رأى الحصن كان في حصن يسمى الحصن النعم واحد من اليهود كان قريب من الحصن قال من أنت اليهودي يقول قال أنا علي بن أبي طالب فصاح اليهودي وصرخ صيحة قوية استمعها كل من في داخل هذا الحصن فقال اليهود غلبت يهود غلبت يهود إن الذي نزل على موسى في التوراة جاء اليوم يعني مكتوب في التوراة أن الحصن وأنه ستسقطون على يد رجل من عهد آخر نبي اسمه علي ولذلك إلى اليوم يذكرون اليهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد لا يعود ينادون يصيحون حتى هذه اللحظة حتى وقتنا المعاصر هذا علي بن أبي طالب لما هجم على الحصن رضي الله عنه يكبر جلس يضرب ضربات قوية سقط الدرع من يده وأقبلوا عليه عشرة فعلي ما عنده درع وعشرة جايين ولا هو يضرب بسيفه بسيفه ذو رأسين يقول علي فنظرت إلى باب الحصن شفوا من قوته فخلعته بيديه حتى يقول الصحابة والله إنا وقفنا سبعة رجال نبغى نشيلها ما قدرنا فعلي شال الباب جلس يضعه له كدرع من شدة قوته وهذا ثابت هذا البطل الهمام علي رضي الله عنه وأرضاه ففعل ذلك الفعل العظيم وخرج عليه ذلك الرجل اليهودي وقال أنا مرحبا يعني يذكر اسمه بأنه صنديد من صناديدهم قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليذي غابات كريه المنظرة إذا كانت مرحب فأنا حيدرة أنا القوي وأنا الرجل الذي أقف أمام هذه المواقف كلها فرضي الله عن علي رضا عظيما واسعا كبيرا إلى يوم الدين علي بن أبي طالب كان يفتخر ويحق له ذلك زوجه النبي ابنته وأعطاه الراية وقال لها الرسول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون لموسى لأن الرسول لما أراد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن يخرج قال له عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ابقى يا علي اجلس يا علي غزوة تبوك يقول لها الرسول خلك عند الأهل حتى تحميهم قال يا رسول الله أني أريد أن أكون معك قال ابقى يا علي فبقي علي وطلع المنافقين يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب في أن علي يكون معه استثقى الخروجه وأثرتها الكلمة في علي فدمعت عينه ولحق بالنبي في الطريق قال يا رسول الله إنهم يقولون عني كذا وكذا قال يا علي ارجع ألا تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى هارون ما رح مع موسى ومنزلة عنده كبيرة وأنت كذلك عندي فرجع رضي الله عنه وأرضاه استجابة لأمر النبي هو يقول لما مات النبي وكان مع من كفنه وغسله قال محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي توسط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولدايا منها فمن فيكم له قسم كقسمه من فينا أو في أولئك الرجال الأفذاذ رضي الله عنهم له قسم كقسمه ونسب كنسبه رضي الله عنه وأرضاه من الطرائف يقول أصبت مرة بالجوع فقير يقول فخرجت ألتمس العمل أنا ما قدر أعلق على كل موقف ولا والله يستحق كل موقف حتى ينتبه شبابنا لأن القصد ترى مو بقصد رواية وقصص حنما حننا بقصاصين نحن نذكر حق هذا الكلام اللي نقوله جمعناه من كتب الحديث ومن كتب السير والروايات الموثقة ونريد أن نقول للأمة انهضوا بما جاء عن سير أولئك الرجال الإسقطات تعليم الأمة والشباب علي يعمل يشتغل ما جلس متكتف اليدين وينظر جالس مع البنات في البيت علي يعمل يقول كنت جائعا وخرجت ألتمس عملا كي أأكل من شدة الجوع لا أستطيع التحرك فوجدت مرأة في العوالي في المدينة ألتمس عملا عندها أصنع أسوي الطين ألبد الطين يقول فقلت لها أأخذ منك تمرا على أن أبل هذا الطين فبليت إثنى عشر ذنوبا ماء وجهست الطين فأعطتني ستة عشرة أمرة ستة عشر تامرة في أحد مني يقعد على سفرة اليوم فيها أقل من صنفين ثلاثة الحمد لله على هذه إن أحمد الله على النعم العظيمة نعم لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها يقول الإمام بن سعدي في تفسير هذه الآية في سورة النحل قال إن الله قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عد النعم فضل على أن تحصيها فالحمد لله أولا وآخرا على كل نعمة ستة عشر تامرة يقول فدخلت على النبي وحطيت عند الرسول شوي من التامر وشوي عندي قسمته بيني وبين الرسول يقول وأنا أكل التامرة هطلع الفصم وحطها عندها يقول لأشترسوا صدي حطيت الفصم عند الرسول فالتفت يمازح النبي فقلت يا رسول الله أكلت التامرة كلها يعني كلها التامرة كليته يقول فتبسم النبي والتفت إليه قال يا علي أنت أكلته كله بالفصم حقه يعني كليته بالنواه كله وهذا أيضا يدل على بساطة هذا الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويمازح أولئك الرجال الذين كانوا من حوله وهذه هي أخلاق نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما ما كانت القرآن الكريم عند علي بن أبي طالب فحدث ولا حرج أذكر لكم موقفين اثنين نزل قول الله فيه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزن في سورة البقرة قال علي رضي الله عنه خرجت ذات مره معه أربع دراهم يقول فأنفقت درهما في الليل وأنفقت درهما في النهار وأنفقت درهما سرا وأنفقت درهما جهرا فأنزل الله هذه الآية يريد رضي الله عنه أن يدرك الفضل كله رضي الله عنه وأرضاه من شدة حبه للإنفاق يقول كنت أصلي ذات ليلة فسمعت فقيرا يسأل يعني من يعطيني فقير يقول فأخدخلت يدي في جيبي فأخرجت درهما فألقيته رميت عليه وأنا في صلاتي حتى يأخذه ذلك ذلك الفقير بل حبه للقرآن القرآن اسمعوا ماذا يقول يقول والله والله ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت أنزلت في ليل أو في نهار أو في سهل أو على جبل القرآن القرآن وش وضعنا مع القرآن لو نسأل بعضنا اليوم عن قل هو الله أحد الله الصمد وش معنا الصمد وحنا نحفظها ويحفظها أطفالنا ربما الكثير وقفه ولا يعرف معناها يعرف القرآن ولذلك عمل بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه وهو قاضي من موقفه في حكمة في القضاء جاءت امرأة تقول أخي مات اسمعوا زي ركزي واللي عنده علم بالفرائض يعرف كيف يحسن قالت أخي مات وترك ورثا إرثا فلم يعطوني تقول ترك أخي ستمائة دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر